موسيقى وكان الحديث والحوار في هذه الجلسة على دورنا كمصريين مسلمين ومسيحيين في تقوية ومساعدة الاقتصاد المصري وبناء الثقة وتشجيع المصريين حتى سيادة الرئيس يقول ولو بجني واحد من أجل كمصريين تدعيم الاقتصاد طبعا انا انتهزت الفرصة وشكرت السيد الرئيس وهنيته على مشروع قناة السويس الجديدة وانه ازاي مشروع له امال كبيرة وهيحقق فوائد عديدة وبعتبر المشروع ده بمثابة هدية من مصر للعالم وده بيبين ان مصر دايما كبيرة ومصر بنش بتبسل اهلها وشعبها فقط ولكنها تنزل لخدمة العالم كله بلا شك مشروع رائع ومشروع هيحقق نتائق طيبة في مستقبل قريب يكفي فرص العالم العمل اللي يتحها اكتر من مليون فرصة عمل تطرقنا الجوانب كتيرة تطرقنا الجوانب في الماضي جوانب في الحاضر جوانب في تطلعات المستقبل كانت جلسة فردية لكن جلسة طيبة للغاية وانا احمل كل مشاعر طيبة ومشاعر ايجابية ومشاعر محبة قلبية لسيادة الرئيس طبعا تقابلت مع سيادته مرات قبل كده قبل تولي الرئاسة وفي يوم التنصيب ومصر كلها مسلمين ومسيحين حطين امالهم على اكتاف سيادته ده بالنسبة للقاء بين الطواف المسيحية وبين رئيس عبد الفتاح السيسي ايه اهم الموضوعات اللي تم تناولها في اللقاء الحقيقة هي اول مرة رئيس جمهورية مصر يجتمع براساء الطواف المسيحية الموجودة على ارض مصر اول مرة ما حصلش قبل كده ربما رئيس الجمهورية يقابل ناس رئاساء الطواف فرادة لا اسباب لمجملات في مناسبات معينة لكن ده اول مرة يجتمع الجميع ده بيعطي فكرة على رؤية السيد الرئيس للمصريين كلها اولا سيد الرئيس استمع استماع جيد لكل ما قيل قيلت امامه في جلسة محبة عن كل شيء كلمنا عن الوضع الحالي في المنطقة ما يتعرض له اخوتنا في دول عربية كثيرة مجاورة وقريبة وتكلمنا عن دورنا كمصريين ودور المصري في الاقتصاد وفي التعليم وفي الاعلام طبعا نقشنا بعض القضايا اللي موجودة في المجتمع المصري طبعا المجتمع المصري او في السنين القليلة الماضية الثلاث سنين اتعرض لمتاعب كثيرة هو دلوقتي بيتعافى كل اجهزة الدولة بتتعافى من الاحداث اللي حصلت وكل يوم عن يوم الامور بتتحسن سيد الرئيس له رؤية رائعة في التلاحم الوطني القوي ما بين المسلمين والمساحيين وده موجود على ارض الواقع وتكلم سيد الرئيس على ازاي نشجع هذا التلاحم اكثر واكثر وازاي العالم كله والعالم الذي حولنا يعرف ان احنا في مصر هنا يد واحدة وقلب واحد وفكر واحد انه عن الشأن المصري العام لكن لو جينا عن الشأن الابطي او المسيحي في مطالب اتعرضت على كدست البابا او في نقاط بتعبر عن مطالب المسيحيين ضردت في اللقاء دوت يعني كلمة مطالب كلمة مش دقيقة وليس موقعها كل الرؤساء الطواقف اللي كانوا موجودين اتفتحت موضوعات كثيرة اتفتح مثلا موضوع زي موضوع حالة الخطف اللي بنسمع عنها اتفتح موضوع زي موضوع بناء الكنائس اتفتح موضوع زي المناهج في التعليم اتفتح موضوع الاعلام الايجابي والخطاب الديني الصحيح اتفتحت موضوعات كثيرة جدا اتفتح موضوع المواطنة المواطنة المصرية اتفتح حاجات كتير كان سيادة الرئيس دايما يقول ان يوم الدولة بسنة ما يقصدش يوم الدولة بسنة يعني تأجيل لكن يقصد ان على ما ينساب فكر جديد لكل المجتمع بياخد وقت بنسميه حتى في الكيميا يعني فيه وقت للتفاعل يعني المادة دي بحطها على المادة دي على متى تفاعل بتاخد وقت الوقت ده ممكن يكون نص دقيقة ممكن يكون سنة او اكتر فكان بيتكلم على ان وجودنا كلنا برؤية واحدة بكلمات معبرة قوية هيغير وجه الحياة على ارض مصر كتير لو قلنا كده سؤال مركب من جزئين الجزء الاول ايه كده اهم من نتائج المستخلصة من اللقاء والجزء التاني ايه تقييمك للقاء عموما يعني اولا نتائج اللقاء اجتماعنا اولا تقدير من الرئاسة مؤسسة الرئاسة للمسيحية على ارض مصر واحد اركان المجتمع هو الكنيسة المسيحية بكل طواقفها تماما كالازهر مؤسسة الازهر الجامع والجامعة زي القوات المسلحة زي الشرطة المصرية زي القضاء الشامخ زي الفن وهكذا هذه اركان او انا بحب اقول انها اعمدت المجتمع المصري القوي ومصر طول ما هي قوية كل الدول بتتحمى فيها بتتحمى فيها وانا سمعت التعبير اللطيف ان مصر هي عمود الخيمة بالتعبير العربي يعني باعتبر ان الخيمة شيء مألوف في المجتمعات العربية وجدنا اذان صاغية للاستماع لكل ما قيل كمان وجدنا تحليلات للي موجود الشأن سواء الشأن القبطي او المسيحي او الشأن المصري او الشأن العربي تحليلات رؤية كبيرة كان فيه تعجب شديد من موقف بعض الحكومات الغربية بالموقف في الجانب الغربي اللي مش قادر يتفهم ما حدث في مصر تماما ويأخذ وجهة نظر عكسية انا لمست ان فيه وجود ارادة ارادة بس طبعا أمام سيادة الرئيس ملفات كثيرة وواسعة وعديدة لكن توجد الإرادة السياسية وتوجد الإرادة اللي عايزة المستقبليه بأفضل وهو يعمل في هذا المكان التواف المسيحية بالرئيس بيدي رسالة سواء في الداخل أو الخارج في رأي قدستك إيه الرسالة اللي بتوجه لمصر والخارج من خلال اللقاء دوت زي ما ذكرت لحضرتك أن دي أول مرة أول مرة رئيس الجمهورية اجتمع بكل رؤساء الطواف المسيحية حتى لو كان عددها عدد محدود ده شيء جيد جدا وده يعتبر اتجاه جديد ويعتبر تأكيد على روح الموطنة السيادة الرئيس اجتمع ضايم أيضا قبل كده يعني بفضيلة الإمام الأكبر بفضيلة المفتي ووزارة الأوقاف وسيد دكتور وزير الأوقاف دكتور مختار وعايز يحرك المجتمع كله في اتجاه واحد فبلا شك دي تعتبر بادرة خير وخطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح وعايز أقول لحضرتك أن احنا بعد ما خلصنا اللقاء اللقاء امتد أكتر من ساعة وسلمنا وبعد ما مشينا خطوة واحدة طلبنا أن احنا ناخد كلنا صورة جماعية احنا تصورنا طبعا أول ما دخلنا الصور وإحنا عاديين يعني في الصالون لكن خدنا صورة جماعية وإحنا كلنا وقفين كانت لفتة لطيفة جدا من سيادة الرئيس وتعبير حلو ومناسبة طيبة وذكريات في التاريخ المصري تضاف كصفحة بيضاء في تاريخ مصراني سيدنا آخر حاجة واضح من كلام قداستك إن في نافذة رجاء وفي أمل مشرك قداستك عايز توصله من خلال اللقاء دوات عشان كده من انطباع قداستك من اللقاء هممكن توجه رسالة للمصريين عموما وللمسيحيين خصوصا الحقيقة البلد بلدنا كمصريين ومسؤوليتنا لحاضرنا ومستقبلنا وأولادنا وبناتنا يجب أن نعمل عمل والعمل ده اللي يجعل مصر سابتة قوية تقدر يكون لها كلمة مسموعة هو الاقتصاد ولذلك نحتاج لكل مساهمة لكل تعديد أنا بكلم عن المستوى الوطني طبعا بنحتاج لكل المشروعات أصحاب الفكر أصحاب العلم أصحاب المال أصحاب الرؤية إن إيدينا في إيدينا بعض علشان نقدر يكون مجتمعنا واقتصادنا على منتهى الأرض الصلبة القوية اللي يستطيع أن يصمد ضد الرغبات الشريرة اللي تحيط بينا من أي جانب عشان كده أنا أحب أوجه دعوة لكل إخواتنا المصريين مسلمين ومسيحيين في الداخل وفي الخارج خاصة رجال الأعمال أو رجال الفكر فإن إحنا لازم نشترك معا بفكر واحد في استعادة قوة اقتصادنا مشروع قناة السوس الجديد مفاجأة صارة ولحظوا أنه المشروع ده بالمفاجأة دهيت بعد أقل من شهرين من تولي السيد الرئيس مسئولية الرئاسة فيصير الدور علينا طبعا فيه صندوق تحية مصر أحد السندوق اللي ممكن تدعم الاقتصاد المصري والمهم الفكر المهم الرغبة مش مهم القيمة إيه لكن المشاركة روح الإيجابية وكفانة سلبية أنا بدعو لكل المصريين أن يكون فيه مشاركة بدعو كل الأحباء في الكنيس في المساجد في الوطن بصفة عامة يكون هذه المشاركة الفعالة القوية وزي ما كلنا نعرف أن طوبة جنب طوبة بتبني جدار وجدار جنب جدار بيعمل مبنى ومبنى جنب مبنى بيعمر الأرض وبتكون النتيجة أنه خير لكل واحد على سبيل المثال في عيد الفطر الماضي وده لسه ننتهي من أسبوع عيد الفطر جه بعدما البلد استقرت إلى حد ما وابتدت تتجمل في مواضع كثيرة لقينا النتيجة الطيبة أن نسبة الإشغال في المدن الساحلية في الفنادق بمصريين وبالسواح من خارج مصر قاربت المائة في المائة وما هو خير هيعم على مصر خير هيشبع منه كل أهل مصر فالدعوة مفتوحة تكون دعوة إيجابية وكلمة مليش دعوة أو خليني في حالي لم يعود لها مكان ولا وجود في الزمن اللي احنا عايشين فيه